يحنى 11 آية 25 قالت له اتأخرت علينا يا سيد لو كنت ها هنا لم يمت أخي قال له المسيح أنا هو أنا هو القيامة والحياة من آمن بي ولو مات فسيحيا إنه المصدر الوحيد للقيامة والحياة وزي ما حضرتك أشرت في البداية طب أي واحد يستطيع أن يدعي إنه القيامة والحياة لكن هو يعني طبق ذلك عمليا ولعازر الميت اللي له أربعة أيام نادى عليه بسلطان لهوتو وقال له لعازر هلما خارجا فخرج الميت إنه المصدر الوحيد للقيامة والحياة وأنا بقول عشان إحنا نستفيد تطبيق في حياتنا إحنا العملية لو حد من البيس معنا حاسس إنه ميت تقولي إزاي عايش وميت أما طبعا لك اسم أنك حي وأنت ميت والابن الضال لما رجع من القرى البعيدة أبو قال عنه مش ابني هذا كان ضعيف ولا كان فاتر ولا كان شوية وحش لا ابني هذا كان ميت انفعش أخطر نوع يا خدم الرب وحضرتنا طبعا تعرف مثلا أقول عشان المشاهد يعني يستفيد أخطر نوع من الموت وهو الموت الروحي الموت الروحي الانفصال عن الله الانفصال عن الله واحد يقول أنا لأنا ميت وش بعت موت يا سيد قاد أنت صدقني واحد الهالي بحصل اللفظ اللي أجب لك تقارير عن حياة الروحية في كلمة قال لي أنا من التن هو قال كده أنا رحتي كريهة ولعازر بالذات كل الناس في البلد عرفوا أنه ميت يعني الريحة فاحت في البلد وما فيش حد ما يعرفش أني لعازر ميت لو النهاردة أنت ما شجعك أيها المشاهد ما شجعك لو أنت عامل زي لعازر أنت أنت في قبر الخطي الرب يسوع بسلطان لهوته بينده عليك ويقول العازر هلما خارجا يستطيع المسيح أن يعطي لك حياة جديدة مهما كان موتك مهما كانت عفنتك مهما كانت يبستك مهما كان ماضيك مهما كانت خطاياك حتى لو أنت مشبه روحيا بالله عازر يفعل حاجر قلت له يا سيد ملاش فطاياك يا سيد قد أنتن المسيح النهاردة بنصلي أنه يعطي حياة لناس أنتنوا في قبور حتى لو